السلام عليكم لبنات مرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله سوف نبدأ سلسلة لم أصبقها على القناة وهي نبدأ نجرب معكم حوايج لدين ضجة ومهمة لم يكن تدويش ونقول لرأيي فيهم كيف يستهلون هذا الضجة او لا يستهلون اليوم سوف نشارك معكم هذا هذا الكاتلين الذي كانت توصلت بهم من لوسيت بان قود هذا لا يصلاحوا ويصلاحوا مبتدئات لما تعرفون يرسمون الضجة لهم او لا يعرفون يقومون وهذا يسهل لهم القضية ونحن لا يوجد شيئا كثيرا من هذه لدي هذه المشيشات وهنا يظهر لها الورقة لدي كل موشة الوضعية التي سوف نضعها على العين لكي نرسم كل شيئا فأنا سوف نستعمل هذه المشيشة وهذه ونضع أول لاينار الذي يبالي بهذه المشيشة سوف تكون مقلوبة بحال هذا أنا سوف نستعمل هذا الاي لاينار الذي يدير بحاله لاحقا سأجدني الطريقة الأمينة لكي نرسم الاي لاينار بلما يتيح سوف نأخذ المشيشة بالاي لاينار الذي أريد أنا سوف نقلبها بحال هذا وهذه المشيشة سوف تكون قليلا قليلا بحال المهم لدينا أنه يجب تكون يدي فكس ولا تحلق لذلك نحن نحن سوف نفعل هذه المشيشة وإنما أخذ المشيشة سوف نبدأ مع المشيش وإنما أخذ المشيش سوف تقالب عيني بحالة مشيش وستطيع المشيش ونضع منذي أهلا حسنا سوف نحبس وسوف نحبس أبدا سوف نقوم سوف نحبس وسوف نحبس واللحظة المشيش وهذه هي النتيجة بل ما زال خط شوية الإصلاحات فأنا من عندي غادينا شوية ما نخدم كتر أعلى هذا القلد الضمفرن نحاول نخط نحاول أن نمدد هنا شوية الأعلى لحقا سبعي كان هنا يعني ما كان شاني كيف نقد ندير لحقا سبعي كان هناك شريطة كيف ندير حقا سبعي كان هناك شوية كيف نقدر عنه لن أخذ قليلا نحاول أن نمتع من مجلسة لكيف نقوم بالأخير نحن نقوم بأخير لأننا نقوم بأخير نحن نقوم بأخير بحال هادي هنا يا بل يا هدا بحال نشوف شوية بحال نحركو من ناس طريقة غادي نوضع الارضيلة دي المشيشة شوية خارجة لبره و بحال هاده نعمر نعمر هذا شوية خربقصو ما علي شغل هنا يخطني نعمر فقط و بحال نلاقي هاده يخطني هاده اعتقد نحيد هاده الحقاش عصابني هاده هاده غير فهو غير هاده 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 وهنا هنا ينسل قدير كيف يمكن أن يكون هناك فرق؟ كيف يمكن أن يكون هناك فرق؟ لكن في هذا الخبج العين لكن لم تضيفه جيدا يمكن أن يكون هناك فرق هذا هو جيد يعني أنه لم تضيفه بطريقة صحيحة فقط نضيف المسكرة ونرجع ونقول لكم الرأي ديالي كيف يمكن أن ترى أخير هذا نعطيكم الرأي ديالي على الكاتلين بالنسبة لي أنا اللبناء المبتدئات يتعلمون أن يرسموا الايلاينر فهذا سيعاونهم ويعاونهم بزاف يعني الحقيقة أنه خفص بعض التعديلات الوقت لكي ترسموا الايلاينر لا يتعلم أنه الصعيب الصعيب أنكم ترسموا ذلك القناة ديالي عينهما هادو وأنكم لا تقوموا غلطة أو واحدة رقيقة فمن هاد ناحية ولكن من بعد غير التعديلات ويرجع للأيلاينر بزوين بزاف الحاجة الثانية التي أعجبتني هو تمان ديالو لا يغاليش بزاف والحاجة الثالثة التي أعجبتني فيه هو أنه يمكنكم تضيعون أربعة الأنواع تقربان للأيلاينر زمعات تزيد على الطاقب يعني هادوك مدل ما شربتم ليس لما تغير على الأيلاينر الحاجة الوحيدة التي لم أعجبتني فيه هو أنه ليس قاسح لا أعرف كيف تكون فيه أو لا ليس صحيح لأنه ينتبتوا جيدا على عيني يعني خاصة الخاطر لأنه نقادل من غير هذا الشيء نتيجة كنتظرونها دعوني حتى أنا نعرف رأيكم ما نوجهكم وش مزيان وش مزيان وش عملي كل شيء في الكومنتر كنتظر كنتظر أتمنى أن هذا النوع من الفيديو إنه الإعجاب ولكن تريد أن نكمل في هذه السلسلة ف دعوني نعرف بلايك لا تنسوا أنكم تشتركوا بالقناة وضغطوا على زر الجرس لتوصلوا بكل ما هو جديد السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر